تحضن طفلة سورية دمية محشوة وهي ترقد في مستشفى في الإمارات بينما تتعافى من الجروح التي كادت أن تودي بحياتها بعد زلزال الأخير معتقدة أن والدتها لا تزال على قيد الحياة ولم يتم إخبار شام شيخ محمد التي أصيبت بجروح خطيرة بعدما علقت لمدة أربعين ساعة تحت الأنقاض بوفاة والدتها وشقيقتها في زلزال السادس من شباط فبراير الذي أودى بحياة أكثر من خمسين ألف شخص في سوريا وتركيا الوضع الصحي حاليا مستقر والأطباء أجروا العمل اللازم لها وهي بوضع صحي جيد الآن مستقر وعكست نجاة شام مشاعر المأساة والأمل والحصر التي اعترت العالم بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات ودمر عشرات المباني في أنحاء تركيا وأجزاء من سوريا الشهر الماضي في غرفة مجاورة يتلقى علي يوسف رمو وهو نازح سوري من ريف محافظة اللاذقية العلاج من إصابات في ساقيه بعدما صحقتهما الأنقاض مدينة الشيخ شخبو الطبية استقبلت عدد من المصابين من جمهورية سوريا الشقيقة التي تعرضت لزلزال ومجرد وصولهم عندنا في المستشفى قامت الأطباء بتخصصاتهم المختلفة بمعاينة الحالات وصول الحالات كانت معظم الحالات تعاني من كسور في مختلف أنحاء الجسم واستعاد الأب لثلاثة أطفال حركة جزئية في ساقه وهو واثق من قدرته على المشي مرة أخرى لكنه مفجوع بموت ابنه الأصغر وزوجته التي كانت حاملا في شهرها الثاني عندما انهار مبنىهم